الافريقية بين اتحاد العاصمة وتيبي مازانبيا الكونغولي كنا رصدنا اجواء طبعا التي تسبق هذه المباراة خاصة انصار اتحاد العاصمة الذين يحذرون لهذه الموقعة طبعا اتحاد العاصمة المعني بهذا النهائي الكبير والمرتقم بكل الجزائريين اذا انصار اتحاد العاصمة الآن متوجدون بملعب خمسة جوليا لاقتناء تذاكر هذه المباراة طبعا اسلام مشتوى زميلنا المتواجد هناك بملعب خمسة جوليا سيطلعون اكثر عن تفاصيل هذه العملية صباح الخير اسلام اطلعنا بالجديد وطبعا انصار الاتحاد بشغف هناك تفضل نعم اذا اسلام مشتوى صباح الخير زميلي فاروق صباح الخير مشاهدنا الكرام نحن هنا متوجدون من ملعب خمسة جوليا الاولمبي لحضور عملية اقتناء تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وضيفه تيبي مازانبي لحساب نهائي رابطات ابطال افريقيا زميلي فاروق حضور قوي لانصار اتحاد العاصمة منذ صباح الباكر تصور فاروق هناك بعض الانصار قضوا ليلتهم هنا امام الملعب لحضور عملية بيع تذاكر اللقاء فاروق خصصت الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه هذه العملية عدة اكشاك الا انها فتحت كشكين فقط وهو الامر الذي اثر على عملية بيع تذاكر هذه المباراة حضور قوي لانصار كما تشاهد حضور قوي لانصار اتحاد العاصمة كيف لا والامر يتعلق بنهاي رابطة ابطال لمزيد من المعلومات ناخد اراء وانطباعات بعض انصار الفريق لاخذ انطباعاتهم كيف اشتو اليوم المباراة العملية بيع تذاكر كيف اشتو اليوم العملية بيع تذاكر اكيم اكتشوف الغاشي وهنا ماكاش عشر الله في كدب والينا عشر الله بوسكو التيكيات ماكاشر ميديلو مئتين وخمسين مارشي نوار خواي مليحة قدم قيشيات شري تيكي تمسير بلاسي عاودي بحولك مئتين وخمسين تلتميات اف تيكي عشر الله في البارح خرجوا البارح تيكي يشوف مفيه نميرو خمسمية سمامل الآن السنسو وراحو دوكات سيكي تيكي فيه ستميات وين ستميات وين تباعوا هادو ستميات لا هناليا ما تباعوش ميد اوكين هنا عشرين قيشي رام فاتحين ثلاثة قيشيات ماكاش اللي قيشيات اللي فتوحين والله بولي جيد ضرب ضرب ما تفهموالو جيد شري تلقى تيكي بجملاء تيكيات خلاصوا البارح اليوم رامي بيعو غير بيناتهم برقادوا ما دوكي اللي راهووا مسكين مكاين ولو شرعه ومسكين في القيشي تلقى تكريه أو سيطي لغو في القيشي قليمية تالف في القيشي حق ربي غير قليمية تالف قاس امام بلا تلاتين الف تيكي في القيشي قليمية تالف قاس امام بلا مسبعة عصبه حريس كلموس الدولة اكدامنا لحقت عندو قالي 100 الف تيكي في القيشي ياخو إذن كما نشاهد مشاهدنا الكرام في هذا النقل الحي والمباشر لعملية اقتناء تذكر مباراة نهائي دور أبطال إفريقيا المنتظرة غدا بين اتحاد العاصمة وتيبي مزانبيا الكونغولي كما رصد إلنا إسلام مع أنصار سوستار أنصار الاتحاد طبعا سوء التنظيم مرة أخرى يقبع أو يطبع على مثل هذه المناسبات كما قال إسلام مشتوى كشكيني فقط يفتحاني لأنصار اتحاد العاصمة الاقتناء تذكر هذه المباراة وعشرة ألاف تذكرة طرحت طبعا لأنصار اتحاد العاصمة بملعب عمر حمدي ببلوغين إذن أنصار الاتحاد أبدو ربما سخطهم نعم نعم كما يشير للزملاء سنعود نعم إذن كما تبعنا مع الزميل الإسلام مشتوى المتواجد هناك بملعب خمسة جوليا الأولمبي عملية بيع تذكر هذه المباراة طبعا جمهور كبير وغفير جدا حضر لاقتناء التذكر لأن الموعد أو المنافسة اسمها دوري أبطال إفريقيا في المباراة النهائية إذن كشكيني فقط هكذا قال إسلام مشتوى لأنصار اتحاد العاصمة لاقتناء التذكر المباراة وهنا طبعا نطرح التساؤل مرة أخرى عن تنظيم في مثل هذه المناسبات إن أمكن من الزملاء أن نعود إلى إسلام مشتوى نعم نعم إذن سنتابع مشاهدنا الكرام هذه الأجواء نعم إذن كما يشير للزملاء سنعود مباشرة إلى إسلام مشتوى المتواجد هناك بالملعب وكما نتابع في هذه الأجواء وهذه الصور على المباشر من تلفزيون النهار جمهور وإقبال كبير جدا على اقتناء تذكر مباراة النهائية المنتظرة والتي نأمل فيها أن يحقق الاتحاد نتيجة إيجابية تمنح اللقب لأبناء السستارة وللجزائر إذن كما نتابع مشاهدنا الكرام في هذا النقل الحي والمباشر لعملية اقتناء تذكر هذه المباراة إن أمكان مع الزمناء نعود إلى الزميل إسلام مشتوى وعملية بيع تذكر هذه المباراة الجارية الآن أمام مداخل ملعب خمسة جولية تفضل إسلام أمام ملعب خمسة جولية الأولمبي لحضور عملية بيع تذكر نهائي رابطة الأبطال بين فريق اتحاد العاصمة وضيفه تي بي مظامبي زميلي فاروق تصور هناك بعض الأنصار حضروا هنا أمام ملعب خمسة جولية منذ الصباح الباكر وهناك بعض الأنصار من قضوا ليلتهم هنا أمام الملعب زميلي فاروق اللجنة المنظمة أو المنظمين لعملية بيع التذكر خصصوا 8 أكشاك لبيع التذكر إلا أنهم فتحوا كشكين فقط وهو ما أدى إلى تدمر أنصار اتحاد العاصمة الذين وجدوا صعوبة في اقتناء تذكر المباراة سنأخذ دراءهم لإقتناء عملية التذكر كيفاش اليوم عملية التذكر؟ يا أخو تخذنا للقيشي جينا على ستة صباح تخذنا للقيشي نشروا تيكيات أنا تخذ للقيشي قلت له أعطيني تيكي قال لي مئة ألف حق ربي غرمون للقيشي قال لي أعطيني مئة ألف مئة ألف تيكي مكتوفي طرنت ميلي بيحولي بمئة ألف ما شريتش ما كاش تنضيم يا أخو ما كاش تنضيم يا أخو مئة ألف في القيشي مئة ألف صافكم ورشين ورش حال أقسمع تلتم مئة ألف يا أخو ما كاش تنضيم يا أخو لسا ما رأنا نشوفه هنا كين سوق تنظيم في بيع التذاكر وحنا يا كما يقولوك الجزائريين هذه مقابلة نهائية يعني مجرد رأية نورما موكت تلعب سنك جوي لخاتش هذه تمثل قاعد جزائريين وجدت في الزكرة تاول نوفمبر ونشكركم أنتم ثاني على المجدد يا مولود يا مولود يا شاخ وشتقدت قولنا كيف أشار الأكشاء كيف منهم بالك ما فتحوش الأكشاء قاعد وشتقدت قولنا أخويا الأكشاء هذا اللي قيشي حلو حلو ثمانية حلو ثمانية لاشينا عم في ثمانية بسا كين ثلاثة بقلي حالي علاش ثم انتم ما تحبو الفوضى أنا ما فهمت أنا يا دوقتالي الكامل وتقعد هنا تسمنا بشري تيكي ما كاش وتلقى عباد مننا يبيعوا في تيكيات يتلقى يبيعوا بمية وخمسين ألف مية وخمسين ألف هذه دوكة مية وخمسين مية وخمسين ألف ومباد ومباد لهذا مش دوكة ومباد لهذا مش دوكة دوكة نحبيت نحضر حاجة واحدة للبرزيدون حداد هذا ما كان اللي قيشي رام بتليفون هذا وشو قولك إذن زميلي فاروق كندا أنصار اتحاد العاصمة الذين يواجهون صعوبات جمع في اقتناء تذكر مباراة اتحاد العاصمة وضيفه تيبي موزنبي الذي نتمنى أن يفوزوا بهذا اللقاء والتأهل والسوز بهذا نعم شكرا لك إسلام مشتي وزميننا المتواجد هناك بملعب خمسة جوليا الأولمبي أين تجرى في هذه الأثناء عملية اقتناء تذكر المباراة ولو أن حسب ما قال لنا أنصار الاتحاد سوء التنظيم مرة أخرى يطبع على مثل هذه المناسبات أقول خاصة لما يتعلق الأمر بموعد قار ريهام مثل دور يبطال إفريقيا إذن ثمانية أكشاك كانت مبرمجة لأن طبعا يقتنم منها أنصار الاتحاد إلا أن في الأخير اللجنة المنظمة أو القائمين على هذه العملية فتحوا ثلاثة أكشاك فقط تساؤل يطرح مرة أخرى حول المنظمين ونقطة سوداء للجهات المنظمة إذن خاصة أنصار اتحاد العاصمة ومنهم من قضاء ليلته بالأمس بأمام ملعب خمسة جوليا للا لشيء لا اقتناء تذكيرت هذه المباراة إذن مشاهدنا الكرام كما نتابع في هذه الصور نعم إذن كنا على المباشر معكم ونتابع نعم في هذه الصور نتابع العدد الغفير والهائل لأنصار اتحاد العاصمة وحتى من كل ربوع الوطن لأن الأمر يتعلق بنهاي دور أبطال إفريقيا نعم إذن هؤلهم أنصار الاتحاد طبعا سوء التنظيم طبعا نعم نعم إذن أنصار اتحاد العاصمة ولو أن الأمور تجريب بشكل طبيعي في هذه الأثناء غير العادة طبعا لما كان اقتناء عملية أو كانت اقتناء التذاكر هناك بملعب عمر حمدي ببلغين حيث كانت الفوضى تعم العملية بملعب عمر حمدي ببلغين طبعا نتمنى إن شاء الله أن يفوز اتحاد العاصمة بهذه المباراة وأن يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من العودة من لومومباشي في العودة بالكاس إن شاء الله طبعا سنوفيكم بكل جديد يتعلق بالفريق اتحاد العاصمة وبأنصار هذا الفريق العريق في نشارتنا اللحقة وفي 90 دقيقة أخبار بعد لحظات مع الزميل يسر شكرا